اللقاء كان كله الحقيقة عكس توقعاتنا ما ابتداش بشكل كبير كابتن طلعت زكريا ما ابتداش مدافع زي ما قولنا ولكن يحسب لكابتن طلعت يوسف انا اسف يحسب لكابتن احمد حسن الحقيقة الحديث في البداية عن سامح شوشا يعني انا هروح لك في سؤال مهم جدا كنت بقوله انا وكابتن حازم في ما حصل التغيير بتاع سامح شوشا انت اول جملة قلتها قلت ده مش مكانه بيلعب بستوبر الحتة دي مش بتاعته هيقدي فيها بشكل ضعيف جدا وكان هو اول تغيير لكابتن طلعت يوسف وعاكيد طبعا عشان الفرقة انا حافظ الفرقة وحافظ يعني اغلبية اللعيبة اللي في الفرقة اللي موجودة ومين يقدر يقدي في مركز ده ومين مقدرش يقدي انا شايف كمان ان سامح شوشا يمكن كمان خروجه موفق لسبب يعني وممكن يكون الكابتن طلعت يوسف اخطى ان هو هيشركه في المكان ده في الاول هو كمان سامح من اللعيبة اللي عنده تهور بيلعب بقلبه شوية فهو اخد انذار تقريبا ولو كان فضل في الملعب موجود انا اعتقد ان كان سامح هيخرج ملعب بطايت لان المكان مش مكانه عنده لعيبة بتلعب عليه اخفاف الحارقة فمن الاول طبعا انا شايف ان كان ممكن يقدي في المكان ده لان هو اسامة غايب هو ما عندوش في المكان ده غير احمد حمودي تقريبا موجود ومش موجود في التشكيل خالص وفيه كان ممكن يقديها هشام ابو خليل برضو ممكن يلعبها انما سامح شوية صعب ان هو يلعب في المكان ده صعب ان هو توجد في المكان ده ان هو ستوبر او مساج يعني مساج فقط لغير ما يقدرش يلعب على الجناب يروح ويجي ممكن يلعبها في مطش بس مش مطش النهد الاهلي يعني ممكن تحطه في مطش اللي وعي طب ما هو ممكن يا كافتا ان كان بلعب بين النهاردة مش نروح ويجي بلعب زي حمده طلبة ان هو واقف يعني تقدر تقول ان هو اه بيلعب دهية الشبال بس قافل الحتة دي يعني ممكن ستوبر تالت زي ما انت قلت تمام بس هو هو مساك يعني يعني مساك اللي هو بمعنى يمسك فرود ما يبقاش هو اللي يقدر عنده الحركة سامح شوية ضعيفة شوية يعني اي حد يروح عليه باي تمويه هيقدر يعد منه ما عادش فيه في كرة كده كابتا نهاردة يعني ما عادش فيه في كرة انت تجيب مساك اه كلاسيكي تقول له انت مسك ده لازم يكون عنده برضو حلول عنده حلول بيلعب كورة بيلعب كورة بس اقصد ان هو مركزه ما يقدرش فيه فيه لعيبة ممكن تتجي تروح تلعب ممكن يمين تلعب ممكن شمال تلعب دفندر في نص مالحب هو عنده المقاومة دي ما تجيبش حجازي تحطه يلعب باك يمين او باك شمال استحال انه تحط حجازي بامكانيات حجازي بتركبته ما يقدرش لا تلعبه باك يمين ولا باك شمال سامح شوشة نفس الحكاية وانا عشان كده قلتلك والدليل على كده ان اجرت غاية بعد يعني انا اجرت غاية تقريبا بعد حوالي تلاتين دية في شطل اولاني في دية واحد تلاتين في دية واحد تلاتين يعني فهو حب ان هو يصلح الصغة او المشكلة في المكان ده يحسب لك التغيير ده كابتن نعم يحسب لك التغيير ده رؤية برضه يعني انا قلت لكابتن حازم اول ما حصل التغيير الحقيقة وكان حتى محمد سبعي كان بيتكلم عن الموضوع وقال كده قال ان هو ده مش مكانه ومش مقد فيه برضه بشكل واضح فواضح ان كابتن طبعا كان عنده رؤية ليه سريعة او تصليح سريع وده الحقيقة شيء كويس ان انت يكون عندك رؤية في التشكيل وتصرع وتغير بشكل سريع ده افضل حقيقة ان انت تتمسك بالوضع الموجود طبعا انا انا زي ما قلت لك يعني انا كنت متوقع وكنت كمان انا بقول ان كابتن طلعت غيره كمان مش عشان سامح كويس او مش كويس هو غيره عشان هو كان فعلا هياخد كان هيتطرت يعني لو حد تاني لان فيه كرة بعد الانذار اللي هو اخده مع احمد فتحي كان فيها تدخل عنيف بات كانت ممكن يبقى فيه انذار تاني فهو راجل فضل ان هو مش هيعرف يقدي بشكل كويس في صعوبة مع لعبة النادي الاهلي وكمان الخط الامام اللي تحت الفروت دايما لانه مؤمن بيمتاز بخفة الحركة رمضان صبحي نفس الحكاية فبالتالي كان لازم كان لازم يلحق بص هنا التمايكوز بتاعه صعب يعني حتى ديها كم دي تقعيبا 27-25 اه يعني هو حتى هنا يعني هلنا تاني ياسب برضو هتلاقي ان هو مش يعني الحفظ بالنسبة له فيه صعوبة شوية في المكان ده ما مايلعب راجل مساك انا اعطاك ان ده مكان الافضل شايفة كابتن النهاردة بيترو جهت ابتدى مدافع بالشكل اللي كنا نتوقعه يعني انا شاف الجيم برضو كان مفتوح اه ما فيش خطورة على المرمين ولكن شاف الجيم مفتوح صام بيترو جهت صام النادي الاهلي بص اقولك على حاجة طبعا هو بيترو جهت بدأ متخوف يعني كابتن طلعت يمكن يمكن هو لعب بعدد مدافعين كتير يمكن انا حتى قلت ان هو بلعب بثلاثة في نص ملعب النادي الاهلي ده ما احمد مجدي ومصطفى شبيت واحمد الشناوي وبيدي حرية لجيم ستيدي وكريم طاي مع احمد جعفر في اي هجمات متدة في ضه نص ملعب النادي الاهلي ولكن نهاردة لما جيد بصيد في بداية المباراة في تكلفات غريبة جدا لجيم ستيدي ان هو بيرجع لحد منطقة ما بعد نص ملعب النادي النادي بيترو جهت يعني بينزل تغطية كتير جدا 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 في الراجل بيستهلك عشان يبدأ ينقل تاني عن نص ملعب شايف انه بيقى في صعوبة نفس الحكاية الكريم طار ما عندهش الحرية يعني انا بقول لو احمد مجدي ومصطفى جبيت واحمد الشناوي وفي واحد بيعلق مع جعفر بس لنقل الهجمة بسرعة بيطلع على نص ملعب كان هيبقى لي شكل تاني كان هيبقى لي شكل تاني ولكن انا شايف اني كابتن طلعت ممكن يكون تخوف شوية حاب يعمل زولدفنس بحيس انه يفضل متعادل طول الوقت اذا خطف هدف بيحافظ عليه ما خطفش هدف ما يجيش فيه هدف فده اللي قصر على فريق بترجيت وخلاه انه يظهر كان ممكن بترجيت يظهر بشكل افضل من كده كان ممكن فيه تغييرات كمان مع بترجيت ممكن تكون افضل من كده يعني انا شايف اني كان شيبه يعقوبها ممكن يكون كان ليه دور على واحد من حساب نص الملعب ويلعب في قلب الاثنين اللي هما نص الملعب بتاع الاهلي حسام عشو حسام غير لو حد بيستلم من جزء ده لان ده الجزء ضعيف على النادي الاهلي لو حد بيستلم وبيلف وبيروح على الناس اللي موجودين قدام انا اعتقد كان النادي الاهلي واجه الصعوبة ولكن فيه تلاتة موجودين في نص الملعب بترجيت احمد مجد مصطفى شبيرت احمد التلاتة هما تيب واحد هما لعيبة مدفعين مفيش حد فيهم اللي بيتكمل اللي بيعمل التكملة اللي هو يقصر على النادي الاهلي وكريم طير وجيم السيدي عندهم مهمد فعية كمان فانا اعتقد اني سهل على مدفع النادي الاهلي ان بيلعب احمد جعفة في وسط تلاتة وفي وسط اتباع افقد بدرجت بس احمد جعفة المضاعي النهاردة كتير انا معاك انا معاك يعني هجمات بيترجات قدامنا الحقيقة اكتر من هدف شرط الاولاني النادي الاهلي النادي الاهلي بعيد تماما عن مستوى شرط الاولاني اغلب لعبة النادي الاهلي بعيد عموسو عبدالله الصعيد مش في مستوى شرط الاولاني حسام غالي وحسام عشور في ميز باس كتير في طول الوقت صبري مشوفناهوش شرط الاولاني زي شرط التاني بقدر بشكل يعني النادي الاهلي نقدر نقول بعد الديها 55 النادي الاهلي بدأ يكون متواجد في الملعب وبعد الهدف كمان اعتقد اني بقى فيه ثقة اكبر من النادي الاهلي ولكن اللي يقال ان النادي الاهلي ميزة مهمة جدا جدا يمكن ما كانتش موجودة في اللقاءات يرجع المباراة يرجع المباراة دي واحد والضغط طول الوقت من النادي الاهلي ان هو بيضيق المساحات وبيضغط كمان ضغط عالي يعني النادي الاهلي دايما ما بيبقاش عنده حط ضغط ولكن نهاردة ضغط طول الوقت الجندة عايز اقول او ضربة الجزاء دي عمر جمال ليه تحركين هنا ممتزين ممتزين هو صاحب يعني هو بقول اني ليه نص الهدفين الهدف ده بص التحرك بتاعه هنا ومؤمن بالرمضان التحرك بتاعه بعد كده بيسندها المؤمن ومؤمن الرمضان جاي فض الهدف التاني كمان اللي اعجبوني ياسر بص على تحرك آآ عمر جمال وهو آآ بيفضي لعبدالله السعيد يعني هو رجل راح هو رجل راح وراح لعبدالله وراح فخد الناس معاه لهم المدافعين وآآ بالزبط كده بص هنا بص عمر جمال يبدأ يتحرك اهو وهنا عبدالله طبعا فقط زينه كويس انه فقط زينه بيشوت لانه لو ما فقط زينه هو بيشوت ما كانتش هتروح بالشكل ده لانه عبدالله لو شط صحيح ممكن تروح مش كده لانه هو بيشوت كوية بعدت عنه فلو فقط زينه كوية بدأت تبعد عنه